موسيقى ولسه مكملين معاكم ولسه معانا حكاية لا ده تتروي بمئة ألف رواية الحقيقة حكايتنا مع التونسي أبو قلب أهلاوي علي معلول علي معلول اللي وصل لمكانة كبيرة جدا متهيقلي لم يصل لها محترف حتى اللي كان بينافس علي معلول جيلبرتو واماضوف لافيو الأحية علي معلول بقى وصل لمرحلة كبيرة جدا لدرجة ان انت خلاص مبقيتش قادر تتخيل ان هو ممكن يكون مالوش دور في النادل آهلي حتى بعد الاعتزال انت شايف علي معلول آيكونة من آيكونات النادل آهلي مش آيكونة من آيكونات محترفي النادل آهلي علي معلول قالك أنا مرت بإسبوعه صعيب جدا ولكن حققنا البطولة ولسه عندنا مزيد من البطولات وهنبدأ نركز في الدوري عشان نحسمه مبكرا لكن الاعلام التونسي كان له وجهة نظر عن تناول الاسبوع في مصر او الاعلام الرياضي المصري في قصة علي معلول بعد مرات الزهاب عندنا الناقد ناصر البدوي عنده فيديو هنطلع نسمعه عشان عندنا تعقيم مهم جدا لان البعض بيحسب ناس علينا وبيحسبنا على الناس اللي هو حسبها علينا نشوف الفيديو هل تعرض علي معلول بالفعل لمظلمة في الكرة التونسية في المتخب الوطني مع مرول المدربين بتداول المدربين تعرض علي معلول برشة ظلمات في المنتخب التونسي ونا نتذكر ان كوبدا أفريق اللي صارت في مصر علي معلول ما كانتش تمش دعوته اللي كبنس ونان ممشيش وقعتها خلي عليه وقعتها خلي عليه فوقتها في التربس اللي ذكروا في تونس وبعد بتعلت ان علي معلول مش حاضر ومش في الجايزية الكافية اليوم رأوا في وقت من الوقات احنا ردين علي معلول ما يعرفش ألعب كورة وما يعرفش فوق وناس مع برشة محلية الرياضيين يقولوا علي معلول وقت اللي تلعب لفنسي في تروسنك دو ينجم يكون صالح وقت اللي ما تلعبش تروسنك دو لي فاعلوا علي معلول موصنع كي من ستت ضام في الأهل المصري سمحني مع كيف من احترامة ذلك انتي الملاعب تستغل فيه أكثر من 5 سنين و 6 سنين وعطاء اللي عمله علي معلول في الأهل المصري تكتب اليوم تحب ولو تكره اليوم الشي غلط في ماتش ولا غلط في قرار مش الفريق ان تخضر أو اللاعبين وقفوا معاه المديرة ووقفت معاه المدرب سيد ووقف معاه وعطاه ثيقة في مباراة العودة لكن بعض النابل الإعلامية صراحة معناها شكوا فيه وشكوا في المساويات حتى بتتخلي عليه في مباراة الإياب وعدم إقحامه كأساس رضا عبد العال قال كلام هذي اسمعه هذيك عليش اليوم مانيش نحكي بالحق على الانتوراج بتعليل المساري القريب اللي هم الملعبية والإيطار الفني اللي موجودين هنا نحكي عن الناس اللي اليوم موجودة وراء اللي كوليس اللي هم إعلاميين ولا حتى السوبرتين شوف تعليق كيف يش يبكي بالحرقة اللي يبكي بها معتها إذا الرجل تجاعة تمس مع أنت في شخصيته وتمس في حبه معتها الرجل ما خلا معتها للأهل المصري لكن مالوريز موك يفقوه بطريقة الحق ما تليقش من أهل المصري الكابت النصر بدوي بيتكلم بشكل واضح جدا عن أن علي معلول أسطورة النادي الأهلي بيتعرض لظلم كبير جدا في تونس مع منتقب تونس وبتلاقي محلين بيتلاقي قوله ما بيعرفش يلعب كرة وما بيعرفش في الخطط الدفاعية أنه يدافع وكلام كتير جدا ما عنديش مشكلة معاه لكن فجأة أم عامل على طول ربط قال سامحني زي ما حصل في الأهل المصري الأسبوع الماضي ناسين تاريخه على مدار خمس سنين في غلطة غلطها والراجل يتحمل ضغوط وبيبكي وا 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 ولكن في الاستوديوهات التونسية حتى لو اختلفت معاه هتلاقي بعض الأمناء الموجودين داخل استوديو اللي يرده الضيف ويرده لو بيتكلم كلام مش منطقي فقال لك لأ جواراته أو لعابين نادي الأهلي كانوا بيدعموه جميلين الأهلي دعموه النادي الأهلي كان بيدعموه ولكن اللي كان بيطالب بدا قال سامحني كواليس اه انا مش بتكلم دلوقتي عن نادي الأهلي غير كلامه بسرعة وقال لك رضا عبد العال طالب بعدم نزوله المبراءة الأسية يا كابتن ناصر اصلا كابتن رضا عبد العال ضدنا انت حسبه علينا ليه ده احنا اساسا بنوعاني من تصرحات كابتن رضا عبد العال هنا اول لما تسمح حاجة من كابتن رضا عبد العال اعمل عكسها وانت متطمن ان انت صح وما تحسبش علينا رضا عبد العال لان كابتن رضا عبد العال مش محصوب علينا ده محصوب ضدنا وهو فخور بدا هو عنده المشكلة دي فما ينفعش تاخد رضا عبد العال وتقول سمحني الأهل المصري ما كانش بيدعم علي معلول أو أن النادل أهل المصري ما تحملش علي معلول في المستوى اللي بقدمها خلال ست سنين قناة النادل أهلي إعلام النادل أهلي زملاء النادل أهلي المدير الفن النادل أهلي مجلس إدارة النادل أهلي وجماهير النادل أهلي عارفة عن إيه أهمية علي معلول جماهير النادل أهلي اللي طلبت وزعلت من كولر لما عمل تغيير التغييرة دي لو كانت اتأخرت كان علي معلول أصبح كابتن النادل أهلي فجماهير النادل أهلي عرف قيمة علي معلول النادل أهلي عرف قيمة علي معلول ما ينفعش تاخد تقول لي أصل الكواليس رضا عبد العال وتحسبه علينا لا مش محصوب علينا ولا ينفع يتحسب علينا الحقيقة لأن تصرحاته كلها ضد النادل أهلي على طول الخط لكن علي معلول اللي لقى ب247 مباراة محقق مساهمات ب16 بطولة و118 مساهمة إحنا هنيجي نوقف عند غلطة آه ممكن نزعل من غلطة لكن تاني يوم بندعم اللاعب بتاعنا أربعة دوري مصر وإن شاء الله في طريقه الخمسة تلاتة دوري أبطال أفريقيا تلاتة كاس مصر أربعة سوبر محلي اتنين سوبر أفريقي 16 بطولة والسبعتاشر في الطريق 118 مساهمة ما بين 44 هدف وإصناعة 74 إحنا عارفين قيمة علي معلول كويس إحنا ما حطناش في رصيد علي معلول برونزيتين كاس عامل أندية لأن علي معلول عارف أن قيمته عندنا قيمة الزهر فما ينفعش تاخد تصريح معدي من الكابتن رضا عبد العال وتاخده على طول الخط أن ده النادي الأهلي ما قدرش يحافظ على علي معلول خلال أسبوع وحطه تحت ضغطة يا فارس معدي ده مرض يعني أنت بتعتبر التصريحات ده مرضية آه آماما ده عدوى انتقلت لتونس ده حقيقي ده حقيقي لأن يعني علي معلول يا جماعة في النادي الأهلي فكرة القيمة السابتة دايما في تونس في مصطلح القيمة السابتة علي معلول قيمة سابتة وأنا بالعكس أتمنى ده أنا هنا اللي بوجي رسالة أن الأشقاء في تونس يعطوا علي معلول قدره ودايما يكونوا محطينه في الإطار اللي جمهور النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي حط علي معلول فيه ده أنا اللي بقول لك لأن كلامك ده هو برضو أحد أنواع الضرب المعنى وفي علي معلول تخيل وانت بتشيد به لأن انت لما جدت شيد به بدل ما تروح للحطة المنورة للناس بتقول لك أن هي مختلفة خالص لعلي معلول فأنت قلت لا ده والله هم كمان بيعملوا معاك كده استنادا على رضا عبد العاد ده كلام ده كلام يعني شيء أساسا يسيء ليك أن انت بتقتبس على الرضا عبد العاد رائع والله يشيء موسيق ليك جدا إلا لو أنت متعرفش رضا عبد العاد مين يعني روك ده راج اللاعب أهلي وزمالك وبيطلع هنا عندنا رضا عبد العاد لتصنيف كوميدي مالوش علاقة بكرة القدم أن انت تقتبس منه معلول يلعب ولا ميلعبش فده خطأ أنت وقعت فيه إنما علي معلول بالنسبة لنا أنا عايز أقول كلمة علي معلول لم أرى في حياتي على فكرة لعب كبير جدا وفي طريق النادي الأهلي غلطه ولكن إن حد يتعامل مع القطأ في نهاية بطولة بشكل زي ده شفتها مع بعض الأفراد في تاريخ النادي الأهلي يمكن كابتن محمود الخطيب مافتكر لهش خطأ قوي بس في كل الأحوال الجمهور كان بينظر له نظرة استثنائية أفتكر خطأ أبو تريكا في ضربة الجزاء اللي أهضرها في مبارات الترج 2013 أفتكر رد فعل الجمهور بعدها 2012 2012 ضيع بعدها يا سيدي ولا يهمك ده كان حالة استثنائية برضه بالنسبة لي وعالي معلول المرة دي الكلام اللي شفته من جمهور الأهلي أتحدى إن انت تشوفه مع أي جمهور بيعمله مع لعب بيضاء عنده خطأ في نهاية فما تخلتش عالي معلول لحتة سلبية حتى في أكتر حتة من وراء عنده وتضربه بيها وتقول إنك بتشيط بعالي معلول ناصر البدوي على طول الخط عنده مشكلة مع كل ما يحدث فيه إنجازات مش بس مع الأهلي ده قبل كده حتى مع منطقة مصر ولكن كان هناك صوت دائما مختلف في الإعلام والإذاعة التونسية والإشادة بعالي معلول من مكرم الحصقي وطارق المسعودي نسمع قاله إيه عن علي معلول وحينما يكون الكلام في نطاقه الصحيح شون بش يسير مهما كانت المكانة بتاعه مهما كانت المحبة بتاعه في قلوب العشاق الأهلي وغيره نتصوره ودموعه وبعد المباراة دليل على حجم الضغط اللي كان عايشه وبذرورة عادلة راوت نرجم اليوم هتكون محلل مش بذرورة تكون العبد في الزميلك ولا حتى في ريال مدريد وتنرجم حتى تكون مدرب وملعبت شكورة وتنرجم تكون محلل فني وناجح ولعبت حتى فيها قسام الصفلة الرد كان عن طريق الأسطورة متاعنا علي معلول في مباراة العودة ولسيست السادس لعلي معلول هذا الموسم في الشامبيونز ليج نعم علي معلول أسطورة في نادي الأهلي وأنا نتألم ما بيني وبين نفسي علش ما استغلناش علي معلول في المنتخب ليس لي ضعف علي معلول بل تلك هي أفكار وأسليب لعب بعض المدربين اللي تعديهم من المنتخب علي معلول كنا نجم ونجعله منه قوة في المنتخب اليوم الأفكار تورت اليوم أسليب لعب تورت اليوم نشوف أظهره فنية في مستوى عالي صنعوا منهم معناها نقاط قوة وأظهره اليوم يصنعوا الهداف ويسجلوا الهداف كامل فكرة على علي معلول علي معلول تعلاهلي مش علي معلومة على المنتخب معنا نكونوا صراحين وعلي معلول هنا نقول أحد أسطير الأهلي المصري اللي لعبوا اللي زيترونجيه اللي لعبوا في الأهلي لكن في المنتخب حاجة أخرى ناس في المنتخب علي معلول ما كانش ناس كل كانت تستنى فيه علي معلول في اللاهلي كل شيء مبني عليه هو كتشوف الأرقام اللي يعمل فيهم شواله في المنتخب؟ المنتخب حاجة أخرى لأنه في المنتخب يتحاسب على كل غالطة لأنه في المنتخب مستوى عالي لأنه منظومة كاملة في اللاهلي عادلت مبنية على علي معلول خلينه مرتاح ده العين اللي شايف علي معلول صح مع النادي الأهلي وإزاي الناس كلها وفت معه علي معلول عنده تمن مساهمات ودي أفضل بطولة إفريقية لعلي معلول تخالف في السن ده في 33 سنة علي معلول بيقدم أفضل بطولة إفريقية مع النادي الأهلي بتمن مساهمات والمساهمات في مباريات كبيرة جدا ومؤثرة ولها بصمتها ولكن الفكرة بقى في تونس علي معلول وأنا متفق جدا مع الرأي أن علي معلول لا يحظى بقدره المستحق لدى الإعلام التونسي فيما يخص مساهماته مع المنتخب ودوره مع المنتخب بطولات لم يتواجد فيها علي معلول وشفنا الأداء للبودلاء ومش حابب أقلل من بعض اللاعبين التونسة كان بعيد جدا مباراة تاريخية زي مباراة فرنسا اللي هي من أعظم المباريات اللي بالنسبة لمنتخب تونس في تاريخه علي معلول كان مشارك فيها والفوز على فرنسا وليه بصمته والناس كلها قالت وان كان من أفضل لعبين على الجانب الآخر المباريات اللي حقق فيها المنتخب التونسي خسرتين في كأس العالم كان علي معلول مش متواجد حاجة كمان علي معلول لا يأخذ حقه بأنه حتى في التصفيات دي يا جماعة علي معلول المنتخب التونسي متصدر التصفيات في مجموعته بعشر نقاط فاز على ليبيا مباراتين وراء بعض الدولوا ست نقاط هما اللي صنعوا الصدارة والأرياحية في المباراة إن علي معلول حتى المدير الفني برياحه في المباراة القادمة لأنه قال إنه هو مجهد علي معلول يا جماعة في المباراتين ليبيا اللي وراء بعض مساهم في المباراة الأولى والمباراة التانية هل علي معلول أخذ قدره إنه هو خارج من المنتخب اتحط في الفريم بتاع إن ده لعب كبير جدا وإحنا بنحافظ عليه وعشان مجهد أنا حسيت إنه ما خدش قدره في الإعلام التونسي وحتى الناس اللي بتتكلم يا جماعة ما وقفتش عند الراجل ده ليه مساهمة في المباراتين اللي خلونا نتصدر يعني ليه بصمتين واضحتين دون عن أي لعب آخر هو اللي في المباراتين كان ليه دور حاجة كمان علم معلول ده يا جماعة من أكتر خمستاشر لاعب في تاريخ المنتخب التونسي من حيث المشاركة في المباراة تخيل من اكتر خمستاشر لاعب في تاريخ المنتقب التونسي من حيث المشاركة في المباريات برضو بشوف ان هو ما تبروسش ده في الاعلام التونسي وعلي معلول عندنا فعلا واخد حقه ما تقلوش من دي علي معلول هو اسطورة اهلوية بتمشي على قدمين دي ما فيهاش خلاك ولكن في رأيي في تونس فعلا ما خدش نفس القدر فارس حتى البطولة اللي كانت بتنظم في مصر تم استبعاد علي معلول كانوا من انواع حتى دي